حذر رؤساء الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة مروع وأن جميع سكانه يواجهون خطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف وأوضحوا أن المنطقة تقع تحت الحصار منذ شهر وهي محرومة من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة مبينين أنه خلال الأيام القليلة الماضية قتل مئات من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وتم تهجير الألة في قصران كباحثوا جميع الأطراف المتقاتلة في قطاع غزة على حماية المدنيين ودعوا إسرائيل إلى وقف هجومها على القطاع وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة للمحاصرين وسط الألم والأمل فاز المستشفى الأهل العربي في غزة المعروف بالمعمداني بجائزة الإنجاز للعام الحالي من قبل مؤسسة ياسر عرفات في رمالله حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن إدارة وموظفي المستشفى رئيس الأساقف حسام نعوم برفقة عددا من قساوسة ومدراء المؤسسات في فلسطين وقد قام المطران نعوم بتوقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى وبرنامج التنمية للأمم المتحدة في كتدرائية القديس جورج في القدس حيث يعد مستشفى المعمداني شاهدا على حجم التضحية والإصرار الذي يقدمه الأطباء والممرضون الذين يعملون في ظل ظروف شديدة الصعوبة حيث يواجهون نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية ويواصلون أداء واجبهم رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وحياة أسرهم بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد وبسبب الأحوال الإنسانية التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة أطلقت جمعية الراعي ببيت لحم حملتها السنوية للتبرع تحت عنوان أشعل شمعة للسلام وتقول الجمعية أنه جرت العادة سنويا أن تطلق حملتها للتبرع لبرنامجها الطبي في هذا الوقت لتذكير المتبرعين بأهمية العطاء ومساعدة المحتجين في الأرض المقدسة ولكن في هذا العام وبعض الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بأكمله وتحديدا في قطاع غزة تم توسيع إطار التبرع لخمسة برامج مختلفة وهي المساعدات الطبية والطرود الخيرية والوجبات الغذائية والمشاريع الصغيرة وبرنامج عائلة لعائلة